وصية كتاب، رواية جديدة تأخذ مكانها في الخزانة الأدبية المغربية من تأليف الروائي والقاص المغربي عبدالله بيضا في هذه الرواية يأخذ كتاب الكلمة ليقدم شهادته عن حياته ويحكي عن قصص الحب التي عاشها في العلن مع كتاب مشهورين أو في الخفاء مع قراء مجهولين الكتاب هو الشخصية المحورية في هذه الرواية هو اللي تيعود الإسواق دياله تيعود التاريخ دياله تيعود كيفاش كانت ضهد كانت تكرفصوا عليه بالدريجة المغربية وفي بعض الأحيان كان عنده ديمومون وفترات اللي كان فيها مع القراء في انسجام تام وفي علاقة حب وتشارك وهذا النوع من محاولة إعادة الاعتبار للكتاب عبر هذه الرواية يأخذ عبدالله بيضا القارئة إلى عوالم متخيلة عبر أحقاب زمنية مختلفة وفي أماكن وفضاءة متعددة رحلة غوص في عالم سعادة وشقاء كتاب رهين محبسه بين رفوف خزانة القرويين بفأس كتاب قرر أن يأخذ الكلمة ويكتب وصيته بعد أن ضاق ذرعا من الإهمال وشعر أن نهايته قد اقتربت وعلى من أرد الاطلاع على وصية هذا الكتاب ابتناء الرواية واستكشاف الحكم والعبر التي تحملها بين ثنايا صفحاتها